بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله في الحقيقة فيه موضوع بيتردد كتير دلوقتي بين الناس في المجتمع وخاصة في السوشيال ميديا متعلق بقضية الحجاب هل الحجاب فرض؟ ولا الحجاب مجرد موروث ثقافي؟ ليه كلمة الحجاب مش موجودة في القرآن؟ ايه الدليل اصلا ان الحجاب موجود في القرآن؟ الحجاب ده على فكرة انتوا اتحكتوا بيه علينا ده كلام بنسمعه وبنشوفه بعض النساء بيرددوه او بيقولوه في الحوارات الخاصة والعامة احنا اتخدعنا على فكرة انتوا ضيعتوا علينا اجمل سنوات حياتنا الحجاب ده من دين الفقهاء مش من دين الاسلام الحجاب ده عادات من العادات البدوية وهكذا الشيء كتير بيقولوها بعض الناس بيحاولوا بيها انه هما اما انه هما يحركوا ثبوت الفكرة دي عند غيرهم او انهم يعملوا نوع من انواع التبرير لافعالهم الجواب ان الحجاب فرض صحيح كلمة الحجاب ما جاتش بالمادة دي في القرآن الكريم في الدلالة على الغطاء الذي يغطي مواضع معينة من جسم المرأة لكن المعنى وجد في القرآن على فكرة انا مش هقول الايات ولا الاحاديث مش لشيء الا انها معروفة لكن مع معروفيتها ده مع معروفيتها دي بعض الناس بتحاول انها تقولك لا دي ما تدلش على كده ايه والي ضربنا بخمورهنة دي مين قال ان الخمار ده غطاء الرأس الخمار ده مجرد غطاء يعني لو غطت كتفها يبقى هي كتا غطت جبها اللي هو فتحة صدرها وواعدين انه مجرد تتطور ومين قال ان الجب ده اصلا فتحة الصدر حديث اسماء حديث ضعيف معينه مش ضعيف ولا حاجة وهكذا يعني احنا لو ذكرنا الايات والاحاديث انا عارف ان هنخش فيه نقاش مش مجدي من اول جولة لكن هو في الحقيقة فيه معنى تاني انا عايز انبدأ عليه فيه حاجة اسمها الاتفاق الاجماع اجماع الامة مين اللي قال ان الصلاة وجبة مين قال ان الخمر حرام مين قال ان الوضوء قبل الصلاة على فكرة فين الدليل على كده ان ربنا بيقول اقيموا الصلاة ان ربنا بيقول في الخمر فاجتنبوه ان ربنا بيقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ممكن يكون على فكرة ان اقيموا الصلاة ده امر ارشادي وفاجتنبوه ده امر ارشادي مين قال إن فاجتنبوه لازم يكون أمر للإيجاب يعني ما هو الأمر قد يكون للإيجاب وقد يكون للإرشاد مين قال الوضوء قبل الصلاة ده ظاهر الآية إن الوضوء بعد الصلاة ده بيقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يعني أنتم قمتم خلاص ويحتمل على فكرة إن الأمر يكون للوجوب ويحتمل إن قمتم ده تعبير مجازي يعني إذا أردتم القيام بس مين اللي قال كده اللي قال كده اتفاق الأمة وإجماعها الاتفاق بينقل الدليل المحتمل من حيث هو لفظ عربي ليه حقيقة أو ليه مجاز ممكن يؤول وممكن يبقى على بابه بيرفع للشك وبيرفع الاحتمال فالإجماع ينقل الدليل الظني من حيث الظنية إلى حيث القطعية ده وظيفة الإجماع ده اللي خلاني نقول للصلاة واجبة ده اللي خلاني نقول إن الخمر حرام ده اللي خلاني نقول إن الوضوء قبل الصلاة مش بعدها ده اللي خلاني نقول إن الحجاب واجب الآيات والأحاديث اتفاق الأمة كلها على دلالتها منذ نزول الرسالة المحمدية إلى يوم الناس هذا لم يقل عالم واحد معتبر أن الحجاب ليس فرضا لم يقل بهذا إلا أثمان حتى مش أربع ولا أنصاف أثمان هواه مش يقولك ساعة أنصاف المثقفين لا ده مش مثقفين دول هواه كمان وما هوه حتى يعني زي ما الكتاب ما بيقول دول أربع ولا أثمان هوا كل واحد يخطر له فكرة يشعها في الناس ويشكك فيها في الثوابت وبعدين البنات تعمل إيه أو بعض البنات تعمل إيه أو بعض الستات تقوموا تمسكها بالكلام ده بعضهم في حقيقة بيتمسك بيه عن اقتناع أنا بنقول لهم لو سمحتموا تقتنعوش بيه إن ده اقتناع بغير دليل وبعضهم بيحاول يعمل حيلة نفسية شهيرة كده وهي إيه الحيلة دي إنه يحاول أنه يوجد مبرر زائف لأفعاله أنا ألعت الحجاب على فكرة وأنا صح لو أرجوكي لو حتى عايزة إلعي الحجاب إلعي الحجاب يا سيدي أنت حرة بس قولي أنا غلطانة يا رب بهديني في يوم الأيام أنا مش قادرة أنا قدرتي النفسية والضغط الاجتماعي حواليها مش مخليني قادرة إن أنا ألتزم بالحجاب وعلى فكرة الحجاب ما هوش من أركان الإسلام إحنا عارفين إن أركان الإسلام خمسة ما فيهمش الحجاب ولا خلع الحجاب من الكبائر بس خلع الحجاب من المعاصي والحجاب من الفرائض ومن الواجبات إيه اللي هتلتزم بيه مشكورة إيه اللي مش هتقدر تلتزم بيه لو سمحت لو سمحتي ما تحاوليش توجدي مبرر زائف عشان تسكتي بيه صد ضميرك قولي أنا غلطانة خليكي ألعاية بس قولي أنا غلطانة وربنا يهديني في يوم من الأيام لأن صدقيني إن المبررات الزائفة دي مش هتنفع أمام الله الثوابت ثوابت واللي عاوز إن هو يبحث عن مبرر أو عن مخرج لتصرفاته ياريت ما تبقاش على حساب هذه الثوابت قد نحتاج إلى إن إحنا نعمل يعني لقاءات أخرى للكلام على الموضوع بالتفصيل فإن شاء الله يكون ذلك والسلام عليكم ورحمة الله